أهلاً وسهلاً بيكم عزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم النص التاني بصراحة بقى برنامج النص التاني ده رغم اني لسه احنا النهار ده تالت حلقة إلا انه بقى لي معزة خاصة في قلبي لعدة أسباب أولهم ان احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان احنا جايين برسالة سلام للأسر المصرية ودي حاجة مهمة جداً في المرحلة دي لان احنا زي ما احنا عارفين حالات الطلاق انتشرت بشكل كبير فضروري ضروري ضروري ان احنا نقدر يكون لينا ولو تطش بسيط جداً أو لمسة بسيطة جداً فان احنا نعمل استقرار في الأسر المصرية تاني سبب وهو السبب المهم جداً اللي هو كان المفروض أبدأ به الأول بس أنا كنت شايله للآخر عشان هو سبب مهم جداً هو النجمتين الجمال اللي منورني في الستوديو الجميلة ذات الابتسامة الساحرة والروحة الطيبة الأخت العزيزة جهان علي منورني يا جهان وانا زي ما قلت لك قبل الحلقة انا بتفقل من الحلقة اللي فيها حاجة أحمد ان شاء الله لأ بإذن الله حلقة تبقى موفقة بإذن الله سعيد جداً بوجودي معنا يا جهان ربنا يخليك الحمد دايش والوردة الجميلة لك بتهز الكرسي المرة اللي فاتت والمرة دي مش بتهز الكرسي لا خلاص فاطمة الأسرج كانت تعباني شوية المرة اللي فاتت ومرهاقة ورغم بذلك ما اعتذرتش عن الحلقة وان شاء الله أنا متوقع ننتي بإيه متقلقة النهاردة في الحلقة بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مكملين مع بعض وزي ما اتكلمنا مبارح في مشاريع كتير مش هيبقى برنامج النص التاني بس لغاية ما نوصل لأحسن مكانة في مجال الإعلام في مصر أهلا بك يا محمد أهلا بك يا محمد من ورد دنيا كلها موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا وهو الرجل الذي يصلح للزواج مين هو الراجل اللي انت تتطميني على نفسك معاه ويبقى زوج مناسب لك مين هو الراجل اللي يقدر يشيل مسئوليتك ويصونك وياخدك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير وقال استوصوا خيرا بالنساء فمين بقى هو الراجل اللي هيستوصي خيرا بيك مين الراجل اللي هيكون رفيق عليك ويعملك زي قرورة العطر جايين النهاردة برسالة لكل فتاة مقبلة على الزواج أو أي بنوتة لسه في فترة الخطوبة لأن فترة الخطوبة دي بتبقى هي يعني علم حك يا إما نكمل ونبدأ حياة ونبدأ أسرة اللي هي اللي بينا في المجتمع يا إما نقف وما نزعلش ونسيب بعض بشياكة وجنتلة ونودع بعض الترحاب عشان لما نقابل بعض في أي مكان نسلم على بعض ونقول يا الراجل ده كان فيه عشرة طيبة بيننا ودخل بيتنا في يوم من الأيام وانت تقول البنت دي قمة وروعة في الأخلاق والاحترام بس ما حصلش نصيب مننا ما هي فترة الخطوبة معمولة كده عشان لو فيه خير وتألفنا وتكملنا وعرفنا نعمل الماتش أو الارتباط بيننا وبين بعض نكمل لو ما فيش نصيب نفرق بالمعروف فخلونا نبدأ حلقتنا النهاردة مع النجمة المتقلقة جاء دائما زميلتي الغالية جيهان علي اتفضل جيهان انا هاخد من كلامك وقلت ايه لما يجوا يتفرقوا يبقى كده هو عنده أخلاق يبقى أول اختيار لكي في شريك حياتك اللي انت تختاريه هو لازم يكون عنده أخلاق يعني ما ينفعش أبدا تغذي واحد ما عندهوش أخلاق يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إنما بعضته لأتمم مكارمة الأخلاق يبقى إذن الأخلاق دي موجودة عند الإنسان بالفترة أصلا يعني هي أصلا موجودة من أيام الجاهلية فما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه ده في العصر اللي احنا فيه تقولي أنا ممكن يعني أتنزل ولو لحاجة دي ما فيهاش تنازل بتاتا خالص يعني ما ينفعش تكوني تسمع عنه سمع كل حاجة فيه مش كويسة أخلاقه مش كويسة أغلاط قليل للأدب بيغلط في أهله وتقولي يا لأ أصلا لما هتجوزه هصلح منه لا أنت كده بتتحكي على نفسك مش هتصلحي طبعا منه لأنه هو أصلا يعني هيقل أدبه عليكي وهتبقى عشتكم كلها يعني بجد ما فيهاش أي نوع من الاحترام وتقولي ما هو غلط في أهله لا وفيه كمان يا محمد بيبقى فيه الليبن الأعلى من كده بيكون بيغلط في والده في والدته يمكن لسه كان فيه مكالمة في أحدى الكنوات الفضائية من قيمة يومين واحدة بتتصل والله يا العظيم أنا عيطت عشانها استعبت علي تقولك أنا ابني بيغلط فيا وبيضربني وبيشتمني قل له حاجة يا شيخ قل له حاجة وعملت عيط يعني والشيخ يعني اللي استشفه منها قال لها طب وزوجك فين هو مسافر قالت له لا ده هو على طول بيضرب في قال لها يعني هو بيتقلد من باباه فأنت كده يعني هتخلي في أيال برضو هيغلطوا فيكي وهيقل أدبهم وهتتعب يعني تعب السنين زي ما بيقولوا يعني ما تقوليش أبدا أنا هغير منه وأصل هو عايش مع ناس مش فاهمينه هم لو كانوا فاهمينه ما كانش يتعامل معهم كده والأخلاق دي هي اللي بقي في المواقف الصعبة لما يحصل مواقف شديد هبان هنا الأخلاق طبعا طبعا أنا بس بشوف البنات بيتحكوا على نفسهم في كلمة إيه أصل هو عايش مع ناس مش حاسين مش فاهمينه هم لو كانوا فاهمين دماغه ما كانش يتعامل معهم كده يا سلام يعني أنت هتبقي أكتر من أهله اللي مربيين وتعبنين فيه تقول أنت هتيجي بقى كده حاجة سحرية كده أنت اللي هتبقي عرفة تتفاهمي معاه لا الغلط بيبقى غلط خلاص هو تعود على الغلط وتعود على قلة الأدب فأنت هتتعابي معاه جدا 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 طبعا وكتوالديت اللي هرحمها هتقولي أكتر واحدة تعرف الراجل أمه وساعة ما يتجوز أكتر واحدة تعرفه مراته فيعني ضروري ترعي حتة الأخلاق دي إيه تاني مهم من رعيه؟ في حاجة وفق قلتها فعلا عندها حق فيها لازم بقى فلشان نشوفه الموقف نحن نعرفه كويس جدا قبل الزواج نعرفه دي اسكندراني نبقى عارفينه قبل الزواج تعرفي الأسرة كمان الأسرة الأهل شخصيته كل مميزاته عيوبه البيئة اللي نشأ فيها فهجي بتجي في فترة الخطوبة مثلا في فترة التعارف بتعرفيه فيها اللي هو مثلا بخيل قليل الأدب بيمدي إيده عصبي بتبقي فاهمة بقى مش هيتغير بعد الجواز لا بالعكس هو هيفضل كده بس انت عارفة ساعات الناس في الخطوبة بتبقى مثالية شوية يا فاطمة مثلا الأم والأبي بقعادين بقى مش هل تتكلمي معاه تعالوا بالشكة والسكينة شكة والسكينة بس برضه يعني بسيكون في مسحة بينكم بينه و لازم تعرفي البيئة اللي انت رايحة فيها البيئة الأسرية اللي انت هتروح لها لا بيحصل على الفكرة بالاحتكاك لما يكون فيه احتكاك كويس ما بينه القسرتين بيتشيل ايه التكلف بتبتدي تتشال ما بتبقاش دايما على فترة عشان كده دروري يبقى فيه زيارات ويبقى فيه تعرف كويس عشان عرفه أكتر عشان بعد الزواج لما يتغير ما يبقاش بقى أنا مش هارفة لأ أنا عرفته عرفته كل حاجة عنه لما تغير بعد الجواز ما انت كنت عارفه أطبعه قابلتي ما انت كنت عارفه أطبعه قابلتي بكده قابلتي بعصبيته بإهانته ليكي ما انت كنت عارفه أطبعه ما انت عاشرتين مثلا ستة شهون بان في كل ما بتعاشره أكتر بيبان أكتر ممكن فيه مسلسل كان بيجي في رمضان أميرة في عبدين كان ابن أخوها بنت أخوها كان جاي لها عريس وبرضو كانت مصممة عليه والبيئة كانت غير البيئة يعني هو من البيئة تانية وهي حاجة تانية خالص وكانت مصممة عليه بس أحب قوي موضوع الأهل اللي ياخدوا بالهداوة كده ابنهم أو بنتهم بالهداوة العملية متتاخدش أفش كده يعني هي راح تقالف لها طب احنا هنشوف أنا هاروح عندهم تجرب وهوض عندهم يومين وأشوف فعلا هتقدر تعيشي في البيئة بتاعتهم ولا لا هي جات بعديها كده يعني هي اللي حكمت قلت لها لا أنا مش هقدر يعيش الفيلم بتاع أنا لا أكذب ولكني أتجمل بتاع أحمد زاكي فاكرا لما رحت معيه كانت أصر الحكيم وكانت أصر الحكيم وكان باباها كان عاجبني شخصية باباها قوي جدا يا خدها على الريق قوي يعني ما قفاش مامتها هي اللي كانت تلقى وكانت عصبية وكانت البنت بتعند أكتر كانت بتتمسك بيه أكتر فاكرا الفيلم ده فاطمة كمان في نموذك تاني وسلسل التفان بتاع قاية نعامل وقاية نعامل لما كانت متجوزة واحد ساكين مش عارة فين في حي إيه وما تقتلقى لأ حي بسيط حي بسيط ومش عارفة إيه ومحا والدته في البيت إيتهم بقى بيسرقوا حاجتها وبيعملوها وحش والبيئة وحشة جدا ده احنا لسه على البر ما لما تريح عندهم الحالو فيك إيه لما راح أخوها يظهرها خدوا منه البطائل ومش هتدخل فجاء أخو قال لأ مش هتعوضي هنا ولا يوم فقالت له لأ أنا اللي اخترته من الأول فلازم أكمل فزعل عليها يعني جد دراما بتخدم قوي في المواضيع طبعا مرئات المجتمع اللي تخلي البنات يتعلموا زي يعرفوا ينقوا يعني عرسانهم زي ما بيقولوا ما تجريش وراء أي كلمة يعني أنا بحبك يبقى هو ده حبيبي وهو ده روح ممكن أنا عايز أديك مثال بالنسبة إيه يعني نفسي كل عيلة مصرية تعمل بيه بجد يعني أنا هحتبر لأنا نازلة دلوقتي من بيتي قدامي ترابيزة صفرة مليانة أكل ورحت قبل منزل رحت كلت وشربت ومليت بطني وخدت الحلويات وكل حاجة جيت بعد كده أنا ونازلة لقيت جرين عندهم حفلة وعملين حفلة كالجنينة وكده وقالوا لي لأ تعالي ولازم لقيت نفس مش قادر أكل أيو أنا بقى يعني نفسي خليهم يتصوروا بقى حتة العطف والكلام اللي فيه حبه وحنان يعني نفسي يشبعوا ولادهم حبه وحنية أيو وكلام كله يعني فيه طبطبة وفيه أنت عارفة يا جهين برضو أنا شايف بينزلوا بجد بيرمرموا أيو بجد والله اللي جعان ده حبه من أقل كلمة بيبقى محروم بيبقى محروم من أقل كلمة الواحدة يعاني تلاقيها أصله بيحبني بيأكل بقى عكل الشارع اللي هو حسالة العلاقات فيه حاجة كمانو أستاذ محمد يعني أستاذ جهين بتتكلم فيها حلوة قوي الماديات يعني ما ينفعش هبص كل حاجة للفلوس أيو يعني الفلوس مش قادر أخلاقه أدبه طريقته معايا أصله طيب أهله يعني أصل الفلوس ممكن تروح صح صح وهو بقى يفضل بقى أدباه العصبية بقى والطريقة الوحشة وأهله اللي مش قويسين أيو المعدن هو اللي هي المعدن هو اللي هي الفلوس ممكن تجيه وبتروح وأنا شايف أن العريس المفروض يكون العريس المفروض يكون شخصية متوازنة ما يبقاش فيه مغالاة في الاختيار ما يبقاش عايزة بيرفكت وكامل من كل حاجة الكمال لله وحده فأنتي لازم وأنتي بتبص للشخص ده يكون شخصية متوازنة ولا أن أنا برضو أغالي في الطلبات ده في واحد بتقالي كان رايح يخطب فطلبوا منه شبكة بـ 300 ألف جنيه فنزل روح فحد يتصل بيه بقوله عملت إيه قال له نزلت قال له نزلت لوحدك قال له أتصدق نسيت خالتي عندهم مصدمة 300 ألف جنيه شبكة لا فإحنا مش عايزين مغالاة في الاختيارات ولا ماديا ولا معنويا طب إيه بقى الحاجات اللي ممكن نرعيها ضروري كمان يا جنيه البخيل طبعا البخيل ده لازم نبعد عمله ده ده بعيد كل البعد ده حدش يقرب له يعني بتاتا ده بخيل ماديا بخيل في أحسيسه في مشاعره في عوطفه بخيل في كل حاجة يعني يمكن يخاف يبتسم لها بسمة كده تطمع فيه تقوله على أي طلب تطلب منه طلب ولا حاجة هو البخيل كده هتلاقيه يعني حتى لو هي عندها القدرة المادية ممكن تتغضع تقولك إيه أي يعني أنا معايا مش عمري ما مش هحس بحية البخل دي قوي لأ هتحس بيها برضه لإني مهما كان هي بالفترة بتلاقي المرأة دايما عايزة إيه تحس اللي فيه رجل معاها بيحتويها بيحتويها بيصرف فعلا عليها حتى لو بقدر بسيط في استطاعته بس عايزة برضه تحس اللي هو برجولة زي ما بيقوله أيه إنسان شهم وعمري اللي هتلاقيه بخيل ولا شهم يعني حتى الشهمة دي مش موجودة يبقى مستخصر نفسه لو حصل لها أي حاجة بره دلها مصلحة دلها مصلحة يجيب لها حاجة يعمل لها حاجة هو من نسباله لو تحرك من مكانه عايز رايح دماغه مش عايز يشغل دماغه هو من نسباله أنا لو تحركت من مكاني ده معناها فيه تكلفة أيوه تكلفة بقى طب أنا عرف في واحدة كان جوزها على طول قبل ما تتحرك معا أي مشوار ولا تفعييي البنزين العربية يلا هوي يلا هوي يلا هوي يلا هوي يلا هوي سيد محمد فيه فيلم البخيل وأنا أيوه لما كان بيخبل حاجة تحت في الأخير لأنا مات لأقول فلوس ولأقول كل حاجة مات على الفلوس ولا أنا فعياته في حاجة طب أنت فاطمة كنت كلمتي في نقطة مهمة أن هي تتعرف على الزوج جيدا قبل الزواج أو خطبها كويس قبل الزواج طب تنصحي الأهل بإيه في فترة الخطوبة عشان تقدر تتعرف على العديس كويس يدوهم فرصة التعرف يعني يدوهم فرصة أكتر يعني للزيارات أكتر مش مثلا ملا ما تنزليش معي طب لا خليها تنزل وتروح تقبله مثلا أو تشوفه أو تعد معي ده حيخليها بعد كده متحمسة أكتر حتعرفه أكتر لا ما تنزليش لا ما ينفعش ما ينفعش يجنى البيت طب هو حيجيلك سين مش عايزة البيت ومش عايزة هو حيجيلك سين بباقي حاضر ما بيكون في احتكاك بيتعرف أكتر من مواقفه ومن كلامه ومن طريقته وكل حاجة باباكي حاطت كواعد باباكي مش عارف أي لا طب أنا كده مش عارف أنا خطوبة بس أنا كده مش عارف خلاص بقى أنا كده خطوبة بس أنا مش عارف ممكن أتدبس في الآخر هتدبس بقى عشان بابايا ومامتي شايفين بقى نجي كواعد ومش عارف أي فأنا بقى خلاص كده أخدته لا وعلى فكرة يعني مفروض الأهل يعني يبقى ممكن يبقى يعني جوى عائلي يعني عزومات مثلا في العزومات في الأفراح مثلا والله بيضم في لبسه يعني حتى طريقة اللبس بتاعته بيبان بخيل طريقته طب تعرف اللي ممكن تعرف شخصية واحد من أوله لأخره بطريقة السوقته من سوقته من سوقته أيو ما سوقش لا كان نبقل شد حمد من جزمته من جزمته كل البلد عارف موضوع الجزم نبقل لك من سوقته لأني حيبان عصبي ولا لأ أخلاقه أخلاقه يعني ممكن تلاقي أول محد يقرب منه بالعربية وهيقفل عليها أو أي حاجة يدي الا ابنك تتتتاتري اوه تتتعر على طول عشان كنا بقول لك من سوقته وتعرفه من أوله لأخذه او موقف حصل بينهم هم اللي تنين اي ومثلا يعني إنترني يمدي إيده عليها تغير مثلا في الخطوة ده ده مرفوض اوه هو الاحترام احنا يمكن مش محضرين في الاسكريبت حاجة عن الاحترام بس الاحترام ده يعني اي علاقة لو انتفى منها الاحترام العلاقة بتنهار اي علاقة اي انكلم العصبي ما بيقدرش يمسك نفسه فبيه على كشوف فمش هتعرف تكشفه غير بالاحتكات معاه بمواقف معينة تحصل يعني بتحصل كده على غفلة فما بيبقاش هو مستعدلها فبتلاقيه يتطلع عصبيا ساعات بيبقى فيه برضو الناس ما بترعيش حتة التكافؤ يعني الناس ايه فجزئية مهمة جدا عايزين نشير ليها في علاقة الراجل بالمرأة وخصوصا في فترة الخطوبة او قبل كمان الخطوبة وانتي مقبل عليك عريس بيتقدم ليك لخطوبتك واحد جاي يخطوبك وبتقدم ليكي بنصح نصيحة مهمة جدا للأهل وللبنت لازم 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 وضروري يكون فيه بينكم تكافؤ والتكافؤ ده ليه ابعاد كتيرة التكافؤ بينكم يكون في المستوى المادي مايبقاش واحدة بابها مليونير وهي غنية جدا وتاخد واحد مستوى المادي متواضع جدا لانه ممكن مش هيقدر يعيشها في نفس المستوى حتى لو بينهم قصة حب بس انا احيانا في يعني مواقف نادرة ممكن تنجح حلاقة زي دي بس الطبيعي او مش قاعدة سبت ولكن الطبيعي ان احنا يبقى فيه تكافؤ بيننا عشان لا قدر الله بعد كده لو ما اشبعت تكيش مديا هتبدأي تحس بمديرها هي بتبقى احسن في حاجها في واحدة لو كان الراجل هو اللي اغنى منها واسا ايوه هيحتويها اكتر انما لو هي بقى ممكن تكون فيه بعد كده بقى ايه جي بقى عنده عقدة ايه ايهشه فى حيث بالنقص زى مصليس الحب واشياء اخرى ايه انا المسلسل دا انتم قدينها الدراما قفالة ايوه لا 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 وله يعني على بالي فتحت بحمد زكي ولن جيه على بالي وله كان فعلا عنده عقدة مع ان هو اه مستوى في التعليم حلو جدا كان ساعتها هو درس موسيقى وكده وهي كان الدكتورة بس هو يعني عنده عقدة ايوه حاسس على طول بالنقص وفي ذلك أول ما بابا هيقول له مثلا إيه أنا عايزة أساعدكم يا كلمة دي بيأخذها بقى على ألبه فين سامير غانم كان يقول لأ بابا بعت فلوس؟ لا بابا ما بعتش فلوس لا كميل بقى ألبه بيحس بعد كده أنه هو ملوش قيمة أيوة ممكن بقى مثلا يعامله وحش مش محتويها مش محتويها هي بعينه مكسورة شوية آه هي بتصرف عليه بقى مفتوة لا الراجل رابل بس عارفة ممكن يكون هو بيعوض حتة الماديات دي في مركز علمي عالي قوي في مركز اجتماعي عالي فيبدأ يحصل توازن إنما ما يبقاش الفرق بينه في كل حاجة بس برده محابي نسبة برضو إيه اللي هو إنه هو أعلى منه أي فيه فرق شوية هي أعلى منه طب التوافق برضو مهم إن يكون التكافؤ بالإضافة للماديات التكافؤ العلمي برضو ما ينفعش واحد معها دكتوراه ياخد واحدة معها ابتدائية ولا واحدة معها دكتوراه تاخد واحد معها دبلوم أنا لا أعيب خالص في اللي معها ابتدائية واللي معها دبلوم لا ده ممكن يكون أخلاقه أحسن مني أنا كمان ولكن أنا بقول لازم نبقى متوازنين فكرياً عشان نقدر نتعايش مع بعض لو كان في أي لو كان في أي لو كان في أي انتو بتقطعوني هو مش بازعل أي حد يقطع حد ما زعلش في الحلقة أنا أتفجر على ذلك يعني فيه بيبقى كسس ممكن حد يبقى شايفنا يقول إيه لا ما فلان وفلان ما هم عاديين بقى أقول لهم دي مش كاعدة سابتة أي استثناء إيه؟ استثناءات بتبقى بسيطة هي المعروف ومتعرف عليه اللي دايماً لما بيكون فيه اختلاف في التعليم بيبقى صعب التفاهم مع بعض بس هنا ممكن بقى قصة الحب تنجح مثلاً ممكن بقى بس فقه نادراً بس نادراً أوي يعني مش معنى كده لأ أنا بقول لا ممكن نادراً جداً منصب كبير انت بواب مثلاً بس ممكن تكون هي مثلاً متعلمة ايو احنا مش بريتكلموا بس احنا قلنا سعاب بقى ممكن ايه؟ هي بقى تبزل منظور هي بقى عندها حاجة ما هو العلم فضلوه عن الأدب الأقلاء الأقلاء فضلوه عن العلم ايو فهي ممكن تكسب الاتنين بس انت متقلقة النهاردة طيب ايه تانية جهان برضو في الاختيار؟ دي لأ دي بقى احنا مش هنقول فيها الاختيار احنا هنقول بقى للبنت لازم تبقي عرفة نفسك تقفي كده قدام المراية وتبقي عرفة مميزاتك ايه وعيوبك ايه طبعاً مميزاتك مش هنوصيك عليها انت كل واحد بيقول على نفسه انا كل مميزات لأ خليك صريحة مع نفسك في عيوبك يعني لو كنت مثلاً عندك عيب معين قولي مثلاً هصلح منك مش قادرة تصلحي متاخدش واحد ينفر الصفة اللي فيك دي ويترجعه بعد كده تجد بتقولي قبل ما ندخل في الاستراحة تفعش واحد ممتعرفش تطبخ وتحضر اكتيل ممتعش يعني مثلاً تكون واحدة صريحة مع نفسها متقولش مثلاً انا بعد الجواز اصله هتغير لأ انت دلوقتي ملكيش وتقولي لنفسك كده انا مليش فما ينفعش تنشني على واحد يكون هو ده مثلاً ايه بيحب الاكل البيتي ولازم كل يوم تعملوله صنف جديد تبا ده انت هتتعابي جداً معاه هتكنعيز زي اللي انت مثلاً ممكن تجيب او ممكن تعملي اي حاجة كده بسيطة لا اهو مش عايز اي حاجة بسيطة ده انت عايز يجيب من الاخر فلازم تبقي فاهمة كويس ايه مميزاتك وعيوبك متنفعش تبقي واحد مناسب ليكي متنفعش تبقي عصبية جداً وبتصرخ على طول ونرفوزة واخده واحد الرواءان كله فيه وعايز واحدة ريئة هيجننها هيجننها لأ ده فيه بقى مقولة غلط بيكنع نفسهم بيها البنات يقولولك ايه لأ احنا كده بنكمل بعض انتوا كده مش بتكملوا بعض انتوا كده هتخربوا على بعض لاني دايماً الزب النادي ايه طب ايه انت كنت تتكلمتي قبل ما انتسى في نقطة مهمة واحنا في الصراحة تكلمتين على الحتة يا محمد ضروري وقلت عايزين اضافة الاستقلالية ماينفعش بقى الاستقلالية دي يعني ايه بوضحها يعني للجمهور وكده للمشاهدين ماينفعش يكونوا ابن امه مثلا لازم يكون مستقل بحياته في مراته وفي بيته مستقل بحياته مش كل بقى كرار يروح مثلا لأمه لأبوه لأخوه مع عندهوش شخصية والأم والأخته ده ساعات الاتنين بيخربوا الدنيا الأم والأخت دول يبعدوا عن نقق بعد عنهم تماما يعني خليك معاها لو انت شاركتها كل حاجة حيبقى موضوع أبسط هتحسوا بنجاح حيحسوا ان في حب بينهم لكن بقى التدخل تدخل اللزوم بيجي مشاكل بيخرب الدنيا بس بتبقى اول ما تحصل يمستكوه سماحة التنفوط على فكرة بقى حصل كده اللون الأحمر ولا اللون الأخضر بس بتكلم بس عن عيلة الزوج بس لأوا كمان والزوج بس انا المرة دي بنتكلم في اختيار الزوج طيب نقطة مهمة بقى يعني قدي بقى حتة بقى كده في الخباسة للبنات نصيحة نقطة مهمة ممكن تستخدميها كآلية في اختيار الزوج ان انت تخضعيه لبعض الاختبارات هتقول يا محمد احنا جايين بقى في امتحان سنوية العامة هنا هتخضعوا الاختبارات ازاي اختبارات مثلا تخديه وتخرجي خروجه وتقوله له نفسي في كذا وفي نفس الوقت كذا ده ما يبقاش غالي قوي فهتعرفي اذا كان بخيل لو الحاجة بربع جنيه مش عايز يجيبها تمام؟ تيجي مثلا انا عايزك تقضي لي مثلا مصلحة معينة تعتمدي عليه في حاجة تبقي ماشية وتشيلي شنطتين تقال وتشوفي هيحتويك وهيساعدك وهيبقى سند ليك فلازم تخضعيه لبعض الاختبارات وانتي اللي تقدر يتحددي نوعية الاختبارات دي انا مش هقولك على اختبارات معينة بس الاختبارات دي تكون بشياكة وبزكاء لان هو برضه ممكن يفهمها تروح مسلطة واحدة صاحبتك تتصل بيه مثلا بقولك ببلاش الحركات بتاعت المراهقين دي فتتعامل بزكاء انتو كنت تكلمتي عن الحد الادنى لقبول اهل الزوج للزوجة عجبتني الكلمة دي جدا لما قلتها جايب لازم يكون في قبول ما تبقاش هي منبوذة ما يبقاش رفضنها ما تبقاش من اول يعني واهلة كده هم مش عايزينها لازم يكون في قبول ما تقولش مثلا انا هم حاجة عندي خطيب هو ده اه 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 انا طول ما انا عجبه خلاص لا اه ما بتكي بعد كده المشاكل ويعاد يقوله اه دي عملت دي سوت اه دي بصت لنا اه دي متقرنن علينا متقلطة اه يعني هيعودوا كل شوية يطلعوا لكن لو في قبول وعايزينك لو عملت ايه يعني ده بالعكس ما بيحصل فيه يعني اختلاف ما بينهم بين العروسة والعريس بيقول لي بقى دقيقة واحدة واحنا بنقول لي برضو انا مش عايزين قصة حب بين اهل العروسة بس الحد يبقى فيه قبول عايزين نختم باخر صفة عايزينها في الزوج ايه؟ اه دي بقى ايه احلى صفة تحمل المسئولية الصفة دي لازم بجد احلى صفة ولازم تكون موجودة في حاجات كتير اوه في الزوج يعني مثلا يحسى التحمل وجوده في حياتها سند ليها بسند ليها برنامج النص التاني وأتمنى أنه يلقى القبول لدى السادة المشاهدين والجمهور وإن شاء الله بنوعيتك بمفاجأة قريبة في برنامج النص التاني وإن شاء الله برضو طلق قابلكم وكت سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة وبالزاملتين اللي كانوا منورنا على الهواء مباشرة من قناة الصحة والجمال من مدينة الإنتاج الإعلامي وإن شاء الله ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة مميزة من برنامج النص التاني وبرضو هيكون في مفاجأة الحلقة الجاية وحتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه